في النهاية نقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونطوب إليك ما تنسوا يا أخوانا بالله عليكم الإخوة في فلسطين فهم في عناء شديد جدا 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 وعايز أقول كلمة يا أخوانا الحوثة الشيعة إمامية إثنى عشرية قاتلوا أهل السنة والجماعة في اليمن واستولوا على مقاليد اليمن وهم شيعة إمامية إثنى عشرية يعني هم الشيعة دول اللي احنا بنكلمهم الآن لأن في ناس الآن بتنخدع في الحسيين زي ما انخدعوا الناس في حزب الشيطان في حزب الله الآن بيحاول الأمريكان والصهاين معهم تلميع سورة الحسيين وكأنهم يدافعون عن فلسطين تمام فأقولها والله شهيد والله الذي لا إله إلا هو لن يحرر فلسطين من باع العراق فالله المستعان لن يحرر فلسطين من قاتل المسلم أخو المسلم في فلسطين في اليمن لن يحرر فلسطين من قاتل المسلم أخو المسلم في العراق لن يحرر فلسطين من قاتل المسلم أخو المسلم السني في سوريا والله المستعان ولن يحرر فلسطين من أراد قتل المسلمين السنة عن بكرة أبيم بيد إيران وبنشر التشيع فما تنخدعوش بالشويدون والله لو أن إيران والشيعة حرروا فلسطين لا لأنهم مسلمون ولا لأنهم أقصى لا والله ولكنهم للعب بعواطف الناس وبالقضية الشريفة فالله المستعان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته